من فحوال كلمة للإمام أحمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه كوني كزينب عليها السلام زينب صلوات الله وسلامه عليها كانت سببا لإستمرار الإمامة والخلافة الإلهية الربانية كوني كزينب عليها السلام إن من أولويات زينب صلوات الله وسلامه عليها هي الدفاع عن الإمام المعصوم عن حجة الله عن خليفة الله في أرضه وفي زمانه لذا زينب صلوات الله عليها ألقت بنفسها على الإمام زينب العابدين سلام الله عليه في مواضع كثيرة في كربلاء في الكوفة في الشام وقارعة الظالمين والطغاة في زمانها وقالت لمن أراد أن يقتل الإمام زينب العابدين سلام الله عليه أقتلني قبل أن تمسه بسوء أن يمس الإمام زينب العابدين سلام الله عليه كونيك زينب سلام الله عليها زينب عليها السلام هي جبل من الصبر والقوة والشجاعة لو أننا عشنا جزءا مما عاشته زينب سلام الله عليها لو أننا فقدنا عزيزا على أنفسنا وأقول فقدنا ولا أقول قتل بين أيدينا لو فقدنا عزيزا على أنفسنا أخ كان أو ابن مثلا لأجهشنا بالبكاء وخارت قوانا وشعرنا بحالة من الانكسار هذا بالشكل الفطري فما بالك بزينب سلام الله عليها التي فقدت أخوها وإمامها سلام الله عليه وفقدت أبنائها وفقدت أخوتها وفقدت أعزتها وأحبتها وفقدت خير من على أهل هذه الأرض مجزرين ضحايا على تراب كربلا رأت أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وجسمه وجسده من السهام كما يصور أرباب المقاتل كالقنفذ رأته طريحا على أرض كربلا عار اللباس قطيعا راسم خمد الأنفاس سلام الله عليها كل ذلك لم يؤثر في شجاعة زينب في قوة زينب في صمود زينب في صبر زينب سلام الله عليها لذا زينب عليها السلام هي التي حولت الهزيمة إلى انتصار حولت الانكسار إلى قوة وإلى شجاعة وإلى صبر سلام الله عليها كونيك زينب سلام الله عليها زينب عليها السلام هي قدوة وأسوة للمرأة بشكل مطلق للإنسانية جمعا إذا هي لا تختص للمرأة المؤمنة أو غير المؤمنة أو المسلمة أو غير المسلمة أو المرأة المتدينة أو غير المتدينة هي سلام الله عليها وفي مسيرتها وفي صبرها وفي شجاعتها سلام الله عليها هي تمثل سلام الله عليها تمثل جيشا بأسره هي في صبرها سلام الله عليها تمثل أمة لوحدها سلام الله عليها كونيك زينب عليها السلام زينب صلوات الله وسلامه عليها غيرت المفهوم الساعد للمرأة عند كثير من الرجال سواء كان هؤلاء الرجال من المتدينين أو غير المتدينين ممن جعلوا المرأة هي عبارة عن مادة للأهواء والشهوات الجنسية الدنيئة الخسيسة إذا ردت فعل المتدينين ما هي بأن يكفن المرأة في حياتها جل اهتمام هؤلاء الناس المتدينين هو أن يغطوا المرأة من رأسها إلى أخمص أقدامها هذا يحتمون في الحجاب والأمر الظاهري وفقط وفقط وأما غير المتدينين فجعلوا المرأة عبارة عن سلعة دنيئة رخيصة مبتذلة تطوف في الشوارع والطرقات كونيك زينب سلام الله عليها كما تحملت مسؤوليتها بشكل تام وبشكل كامل وكان دورها الأساسي في حفظ الإمامة والخلافة الإلهية الربانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر